الرئيس هادي يصعد مجدداً ضد مارتن غريفتس في مستهل المهمة التي بدأتها في الرياض وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو لترميم العلاقة المتداعية بين الحكومة والمبعوث الأممي ففي خلال اللقاء الذي أجراه مع المسؤولة الدولية مساء الاثنين اتهم الرئيس هادي مارتن غريفتس بالتماهي مع ما وصفها بمسرحيات الحوثيين في الالتفاف على اتفاق السويد بشأن الحديدة ما تسبب في خلق ضغط ورفض شعبي ووطني من كافة المكونات والمؤسسات الحكومية وقبل ذلك من الفريق الحكومي المشارك في تنفيذ ذلك الاتفاق على الأرض وفيما يشبه الاسترضاء الأممي للسلطة الشرعية أكدت وكيلة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية دعم المجتمع الدولي لليمن وقيادته الشرعية وعبرت عن تطلعها للسلام ولجهود الرئيس الحديثة في هذا الصدد وقدرت المسؤولة الدولية المخاطر التي تحملها الرئيس في سبيل إنجاح اتفاق الحديدة وعبرت عن التزام الأمم المتحدة بتحقيق السلام وفق المرجعية الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة والتزام المجتمع الدولي بمتابعة تنفيذ اتفاق السويد وفق المفهوم القانوني وقرارات مجلس الأمن وشددت في الآن نفسه على أن وجود فريق الأمم المتحدة في اليمن سيكون لتقديم المساعدة الممكنة وليس لأي تواجد دائم أو هدف آخر كما شددت على أهمية الرقابة والتحقق الثلاثية في أي عملية انتشار وعلى احترام مسارة السلطة القانونية وإزالة العوائق أمامها وفقا لتفاق سوكولم قاربت المسؤولة الدولية بتأكيدات كهذه المطالب المهمة للسلطة الشرعية في إطار تنفيذ تفاهمات سوكولم خصوصا ما يتعلق منها بالتهديئة وإعادة الانتشار في الحديدة وموانئها الثلاث لكن من السابق لأوانهما إذا كان غريثيس سيتقيد بهذه المرجعيات ضمن الفرصة الأخيرة التي منحها الرئيس للمبعوث الأممي في الرسالة التي وجهها لأمين عام الأمم المتحدة قبل أكثر من سبوعين وفيما كان الرئيس هادي يذكر بتجاوزات المبعوث الأممي كان وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف والأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون السياسية والمفاوضات عبدالعزيز العواشق وهو سعودي أيضا قد أكد خلال لقاء لهم مع روزماري دي كارلو دعمهما للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفتيس وللجهود التي يبذلها لإنهاء النزاع الدائر في هذا البلد وفقا لتصريحات أدلت بها من نيويورك المتحدثة باسم الأمم المتحدة إيريكانيكو ترجمة نانسي قنقر